بسم الله الرحمن الرحيم شجلت الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشول بارتياح كبير قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه المغربية ونعتبر هذا الموقف جد هام لأنه يأتي من دولة عضمى وعضو في مجلس الأمن الدولي وجاء هذا القرار بعد نضالات طويلة ومريرة من طرف كل قوى الحية في البلاد بقيادة جلالة الملك محمد السادس وكذا الحركة النقابية المغربية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والطبقة العاملة المغربية تساند الموقف المغربي بالطبع لحل هذا المشكل المفتعل من خلال الحكم الداتي كحل متفق ومتوافق عليه وبالطبع يجب أن لا نكتفي بهذا الموقف الأمريكي يجب مواصلة التعبئة والنضال من أجل إقناع الدول الأوروبية بالخصوص ودول أمريكا اللاتينية للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه وإن الاتحاد المغربي للشغل سيبقى مجنداً وفياً لقضيتنا الوطنية كما فعل في الماضي في كل المنتديات النقابية الدولية ولدى النقابات الأجنبية الصديقة والشقيقة من أجل إقناع شركائنا في الحركة النقابية القطرية والدولية بعدالة قضيتنا الوطنية إن شاء الله نحن كمركزية نقابية مستقلة عن الأحزاب السياسية وعن الحكومة بطبع نعتني بالشأن السياسي ونلاحظ أن الحق السياسي جد أقول مباطر نرى بأن الأحزاب السياسية لا تهتم بما هو اجتماعي في السنوات الأخيرة منذ حكومة عبد الله عبد الإله بن كيران وفي ضل حكومة العتماني عانت الطبقة العاملة الكثير من خلال إقدام الحكومة على محاولة تمرير مجموعة من القوانين المجحفة في حق الطبقة العاملة والحركة النقابية منها على سبيل المثال من الحصر قانون تقاعد لقانون رجعي تم تمريره في ضل حكومة عبد الإله بن كيران في ضل حكومة العتماني حاولت هذه الحكومة بالأحزاب ديالها اللي كتكونها بمحاولة تمرير كذلك قانون تنظيمي للإضراب ونحن نطلق عليه القانون التكبيل للإضراب وكانت آخر محاولة في ضل هذه الجائحة محاولة تمريره هو القانون للنقابات فتصدينا لهذه الحكومة ورأسنا الأحزاب السياسية وللأسف هناك بعض الأحزاب السياسية المساندة للحكومة لم تتخذ الموقف المناسب فبالخصوص في هذه الفطرة الحالية في ضل الجائحة فهي حكومة وأحزاب لا تسمع ولا تحاور ولا تفاوض مثلا فيما يخص فقدان ما يزيد 650 ألف أجير للعمل ديالهم اخدمنا بمجموعة الاقتراحات سواء كمركزية نقابية أو كفريق نيابي في مجلس المجتشارين فالحكومة لا تسمع كما قلت مثلا السن تعويض عن فقدان الشغل لائق رغم أننا قابلنا السيد رئيس الحكومة والوزراء المعنيين من أجل هذا التعويض عن فقدان الشغل ولجت الحكومة تسوف من أجل اتخاذ هذا القرار فحينما أقول الحكومة أقول الأحزاب السياسية المكونة لها وللأسف لملهية حاليا في التراشق بينها في التحضير وأقول التحضير بينه مجدوجتين لهذه الانتخابات دي الـ 21 ولكن حصيلة دي الحكومة لهذه الحالية فلا نعتبرها حكومة اجتماعية فهي حكومة كانت في خدمة اللوبي دي الأرباب العمل ولم تعطي أي اهتمام للحركة النقابية بل كل ما أخذناه فأخذناه بالنظام وانتزعناه نزعا بالخصوص الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال ثم الرفع من الحد الأدنى للأجر وزيادة عامة للموظفين ولكن مطالبنا لا زالت قائمة كما قلت نحن ضمن قابية قوية بحمد الله واشكره لنا قطاعة وازنة ونمتل شريحة اجتماعية جد هامة وهي الطبق العاملة المغربية وكما قلت نتني بالشأن السياسي التعبئة من أجل المشاركة دي المواطنين بصفة عامة والطبق العاملة المغربية بصفة خاصة ستكون لأن هذا هو السلاح من أجل اتخاذ موقف لدى بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة والتي كانت تهاجم من خلال الوزراء ديالها وأقولها صراحة من خلال رئيس حكومتها تهاجم الحركة النقابية والطبق العاملة فسنعبئ طبق العاملة من أجل مشاركة في الانتخابات الوطنية تشريعية ولكن كذلك سنعبئ من أجل ما يسمى بتصويت العقابي اشتركوا في القناة